السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الجمعة ثماني كانون الاول ديسمبر وبما انه توقعتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية الساعة ثلاثة واربع وثلاثين دقيقة من صباح يوم السبت اللي هو يوم الغد لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة الزباني وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر بما انه موجود في برج الميزان معناته اليوم يعتبر هو الأفضل أو أفضل وقت عاطفي لتقوية الروابط العائلية لعلاقة مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في عملنا الفني يمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في عنا غير زاوية وحيدة وهي زاوية بطيئة زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة أربعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينج ابنت شجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبيزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة والأمور الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول في هاي الفترة مناسب لاتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوات اللي بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل الخلافات والدعاوة القضائية بشكل ودي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الكلة، الحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضل اللمس، البنكرياس، الأنسولين، أسفل الظهر، الزائد الدودية طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي انراجع طبيبنا طبعا هذا اليوم لا يصلح لهاي الأعضاء تحديدا العمليات الجراحية ولكن باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في الميزان زي ما حكينا خلو المسار القادم رح يكون صباح يوم الغد السبت بابدأ الساعة 11 وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينهتش وبيستمر لغاية الساعة 3 و34 دقائق صباحا بتوقيت جرينهتش ليستقر القمر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار الهلال لعمره 25 يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتصير نسبة الإضاءة 17% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 منتحسي بنسبة 10% الآن في ساعات الظهر بتصير منتحسي بنسبة 25% القمر في الميزان حتى يوم 9-12 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات الظهر سعيد بنسبة 45% أما في ساعات العصر سعيد بنسبة 85% في ساعات المساء ترجع نسبة السعادة لـ 60% عطارة في الجدي حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 70% الظهر في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% قرنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه اليوم ما بجوز إثارة المتاعب ولا المشاكل لأنه بما أن القمر موجود مقابلك تماما معناته طاقتك ضعيفة وانت الحلقة الأضعب فعشان هيك بدك تتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث وبرضو الأعداء بهاي الفترة بيكونوا كثر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل بتجدوا تعاون من الزملاء تقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ولكن من المستحسن التبكير للعمل والتنزق الجيد بين مختلف الواجبات اليوم بتنشطوا كثير بالعمل ولكن بعضكم ممكن يشعر ببعض التعب أو خيبة الأمل أهم إشي أنه تحذروا من أي مواجهة أو سوء تفاهم ما بينكم وبين زملائكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتعد العلاقات إلى طبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة اليوم ممتاز للأشخاص اللي حابين يمارسوا هواية أو تجميل أو الاهتمام بالذات أو حتى على المستوى العاطفي الأجواء داعمة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شنك تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر أو الاستثمار برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبوسعكم اجتياز امتحان بإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار ابتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك وتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إش إنك ما تتردد هذا يوم أيضا جيد على المستوى العاطفي بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم مش إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب ولا تبالغ بمصارفك كن معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة وممكن اليوم تهتم لأمور مالية أو استشفائية برضو انتبه من النصابين والمحتالين برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا يوم ممتاز فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود وبرضو ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد تستعيد حماستك تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوي نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب ما بتتراجع صحتكم اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فبينتابكم شعور بالتعب والملل حاولوا انك تخلطوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوزعكم من عمل عاجل لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم إشي أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات على المستوى الاجتماعي الأجواء جيدة ودعمة لإلك بقوة وممكن تحقق من خلال معارفك مكاسب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الأضواء وممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع رغم أن هذه الفترة فيها بعض القلق والتوتر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطه في السفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بعضكم اليوم بناقش بقوة وذكاء بيتجرى على رفض أي شيء ما بناسبه أهمش أنك ما تخش شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة مرضو على مستوى الامتحانات والعلاقات العاطفية والتواصل والاتصالات والإم معنى على كل الأمور تقريبا فيها أمور جيدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهمش أنك ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار أهم شيء ما تغامر على المستوى المالي وما تكفى الحد بالفترة هاي أطالب بحقوق لإلك إذا كان لك حقوق هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء